بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد طيب الله أوقاتكم أولادي بكل خير رجعنا لكم مرة تانية مع درس الديد من دروس مادة الرياضيات درس اليوم بمشيط الرحمن بعنوان تقدير ناتج قسمة عدد على آخر مكون رمزه من رقمين تعالوا يشوفوا في البداية مع بعضين في البداية بقول لي قدر ناتج 257 تقسيم 32 ما معنى كلمة قدر؟ قدر أولادي يعني الديني ناتج مقارب للحقيقة وليس الناتج الحقيقي بمعنى أنا دلوقتي لو اشتريت مثلا قميص بتسعة دنانير وواحد سألني كم سعره؟ فأنا أجبت وقلت له عشرة تقريبا كلمة عشرة تقريبا هو يفهم منها إنه هذا مش السعر الحقيقي وإنما السعر المقارب للحقيقة يعني ممكن يكون سعر القميص أقل من ذلك بقليل أو أكثر من ذلك بقليل إذن أولادي معنى كلمة قدر يعني أعطيني ناتج مقارب للناتج الحقيقي وليس الناتج الحقيقي أنا مثلا هأحتاج مبلغ كذا أثناء سفري المبلغ اللي أنا بأحدده هو مبلغ تقديري أو تقريبي وليس المبلغ الحقيقي لأنه أنا ممكن أنا أصرف أقل من ذلك أو أكثر من ذلك إذن أولادي كلمة تقدير يعني ناتج مقارب إلى الناتج الحقيقي ناتج مقارب إلى الناتج الحقيقي طيب العدد اللي عندي بقولي 257 تقسيم 32 في البداية أولادي المقسوم عليه 32 هنخليها عدد قريب من الـ 32 ولكن عدد فيه أصفار يعني إيش معنى الكلام بمعنى الـ 32 أقرب للـ 30 أم أقرب للـ 40 أقرب للـ 30 طب ليش يا أستاذ انت قربت لأقرب 10 علشان خاطر أخلي العدد فيه أصفار وبالتالي أولادي أحتاج جدول الثلاثة أو جدول الأربعة طبعاً لـ 32 أولادي أقرب للـ 30 إذن أنا محتاج جدول الثلاثة ليه أستاذ جدول الثلاثة؟ أنا لما آجي أقول العدد مقرب لـ 20 مثلاً إذن أحتاج جدول الثلاثة لأنني أنا هاقسم على العشرات طيب أنا دلوقتي العدد قريب من الثلاثين إذن هاقسم على جدول الثلاثة قريب من الأربعين هاقسم على الأربعة وذلك لتبسيط عملية القسمة تبسيط مفهوم القسمة هذا في البداية وبالتالي أنا بحتاج التقدير علشان خاطر أنه أعرف الناتج التقديري وبالتالي لما آجي أقسم القسمة الحقيقية وأحصل على الناتج الحقيقي الناتج الحقيقي المفروض أن يكون قريب من التقدير اللي أنا قدرته يعني لو أنا قدرته طلعي الناتج مثلاً التقديري بـ 15 بل حقيقي قريب من الـ 15 قد يكون أقل منها بقليل أو أكثر منها بقليل ولكن مش هيكون بعيد عن الـ 15 يعني مش هيطلع 50 70 90 غلط تمام؟ إذن لازم الناتج التقديري هذا بيساعدك في التحقق من معقولية الإجابة تمام كده؟ تعالوا نشوف إذن إحنا محتاجين جدول الثلاثة طب الـ 257 أقدرها لمن؟ هل أقدرها لـ 260؟ أقول لك قدرها لجدول يقبل القسمة على ثلاثة بمعنى إيه؟ يعني أنت دلوقتي سيبك من الآحد سيبك من السبعة أخذ العشرات ليه العشرات؟ أنا دلوقتي عندي الـ 32 مكونة من أحد وعشرات إذن أعلى منزلة في العدد المقسوم عليه هي منزلة العشرات طيب كم عشر عندي في التقدير في العدد اللي أنا بقدره؟ 257 فيها 7 في الأحد و25 في منزلة العشرات إذن منزلة العشرات مش خمسة لا خمسة وعشرين لإني بأخذ العشرات بالمنزلة الأعلى منها أنا عندي منزلة العشرات بعدها منزلة مئات إذن كم عشرة تاخذ منزلة العشرات بالإضافة للمنازل التالية لها أنا ما عنديش إلا منزلة عشرات يليها منزلة مئات واحدة إذن 25 عشرة إذن لما هأقسم أنا هأقسم العشرات على العشرات علشان كده بقولك هنستخدم جدول الثلاثة 25 هل موجودة في جدول الثلاثة الـ 25؟ هدولي لا موجود اللي قريب من الخمسة وعشرين مين اللي قريب؟ في أنا أقل من الخمسة وعشرين الـ 24 وفي اللي أكتر من الخمسة وعشرين الثلاثين وفيه السبعة وعشرين أقول لك آه إذن الخمسة وعشرين محصورة بين الـ 24 والـ 27 في جدول الثلاثة يعني معنى كلامي الثلاثة موجود في جدولها ثلاثة ضربة تمانية بـ 24 ثلاثة ضربة تسعة بـ 27 مفيش الـ 25 هدف جدول الثلاثة إذن أخذ مين؟ أنا سامع واحد من أولادي بقول ناخد الأقرب للـ 25 مين الأقرب للـ 25؟ الـ 24 ولا الـ 27؟ آه مظبوط الـ 24 هي الأقرب للـ 25 إذن في التقدير الـ 25 هتستبدل بـ 24 أما السبعة تستبدل بـ 0 إذن أصبح عندي المقسوم بدل 257 أصبح 240 والمقسوم عليه أصبح 30 تمام كده حبايبي؟ شيل الصفر مع الصفر أصبح الآن القسمة سهلة أنا أشيل الصفر من المقسوم مع الصفر من المقسوم عليه أصبحت عندي 24 تقسيم 3 24 تقسيم 3 يعني إيه العدد اللي أضربه في 3 يديني 24 أو الـ 24 فيها كم 3 أو الـ 3 مضروبة في كم يديني 24 أجد إنها الثلاثة ضرب 8 إذن الناتج التقديري أولادي لعملية القسمة اللي أمامنا هو الثمانية وبالتالي الناتج الحقيقي مقارب للثمانية ممكن يكون 9، ممكن يكون 10، ممكن يكون 7، ممكن يكون 6 لكن ممكن يكون 30، لا، ممكن يكون 50، لا، ممكن يكون 20، لا هو قريب من الثمانية لكن ليس بعيداً عنها قد يكون أعلى بقليل أو قد يكون أقل بقليل تعالوا نشوف مثال آخر بقولي قدر الناتج مستخدماً الأعداد المناسبة الأعداد المناسبة زي ما احنا قلنا اللي هي الموجودة في جدول الضرب تعالوا نشوف العدد اللي عندي بقولي 206 قسمها لعلى 23 تعالوا نمسك المقسم عليه 23 أقرب للعشرين أم للتلاتين أقرب للعشرين إذن جدول الاثنين العشرين فيها أعلى منزلة هي منزلة العشرات إذن أنا ها أقسم منزلة العشرات إذن العشرات في المتين وستة كام؟ هدولي صفر أقول لك لا أنا باخد العشرات بالمنزلة اللي أعلى منها يعني الصفر مع الاثنين أصبحت عشرون إذن أولادي أنا دلوقتي لما هاجي أحول المتين وستة لعدد تقديري إذن أقول الستة تتحول إلى صفر والعشرين تبقى كما هي دقولي ليه يا أستاذ تبقى كما هي أقول لك لأن العشرين تقبل القسمة على اثنين إذن أستطيع استبدال المتين وستة بمتين واستبدال الثلاثة وعشرين بعشرين وبالتالي أستطيع أني أعمل عملية القسمة يبقى متين تقسيم عشرين أشيل الصفر مع الصفر يصبح عشرين تقسيم اثنين العشرين فيها كام اثنين أو قسم لي العشرين لجزئين متسويين أو اثنين ضرب كام يديني عشرين أجد أنه العدد الناتج هو عشر طيب أولادي تعالوا نشوف المثال التالي لما أجي أقسم تمنمية تسعة وعشرين على تمانية وتلاتين التمانية وتلاتين أقرب للتلاتين أم أقرب للأربعين أقرب للأربعين إذن هنستخدم جدول الأربعة ونستخدم العشرات طيب أولادي تمنمية تسعة وعشرين سيبك من التسعة أنا هابدأ من منزلة العشرات وأخذ معاها المنازل الأعلى العشرات اتنين والمنزلة الأعلى هي المئات الثمانية إذن أصبح عندي اتنين وتمانين عشرة طيب هل اللي اتنين وتمانين موجودة في جدول الأربعة أقول لك لا طيب مين اللي موجود الثمانية موجودة في جدول الأربعة يعني بالتالي بدل ما أقول اتنين وتمانين هقول التمانين لأنه 82 أقرب للثمانين والثمانين تقبل القسمة على أربعة وبالتالي أولادي أصبحت 829 تستبدل بثمانمائة أما الثمانية وثلاثون تستبدل بأربعون وبالتالي أولادي أستطيع الآن القسمة أشيل الصفر مع الصفر أحزف الصفر الأول مع الصفر اللي موجود في المقسوم عليه هيتبقى عندي تمانين تقسيم أربعة الأربعة أضربها في كم يديني تمانين وبالتالي أولادي نزل الصفر اللي موجود في المقسوم يبال الأربعة أضربها في كم يديني تمانية الأربعة أضربها في اتنين وبالتالي أصبح الناتج عندي عشرين طيب تعالوا نشوف المثال التالي المثال التالي بقول لي 462 تقسيم 47 47 أقرب للخمسين أولادي وبالتالي فأنا هحتاج جدول الخمسة طيب هل العشرات اللي عندي كام العشرات اللي عندي أبدأ من منزلة العشرات يبقى 46 46 أولادي هل موجودة في جدول الخمسة هتقول لي لا فيه 45 وفيه 50 أقول لك لا خد الأقرب هتقول لي 45 إذن ها أستبدل لتنين بصفر وبدل الستة وأربعين هاكتبها 45 أصبح الناتج عندي 450 تقسيم 50 إذن أولادي أشيل الصفر مع الصفر يتبقى عندي 45 تقسيم 5 فيطلع الناتج عندي 9 تعالوا شوف المثال التالي المثال التالي طبعا أنا الاتنين وستين أقرب للستين منها عن السبعين وبالتالي أستبدل 62 أستبدلها بستين طيب أنا عندي هنا العشرات بكام أقول لك آه العشرات عندك صفر وأخذ المنازل الأعلى المنازل الأعلى المئات وأحد الألوف إذن صفر صفر خمسة إذن الخمسمائة الخمسمائة هل موجودة في جدول الستة؟ أقول لك لا يعني هل الخمسون موجودة في جدول الستة؟ هتقول لي لا في قريب من الخمسين في تمانية وأربعين وفي أربعة وخمسين أقول لك خذ الأقرب هتقول لي هاخد التمانية وأربعين وبالتالي أولادي أستبدل السبعة بصفر واستبدل السبعة بصفر إذن الرقمين الأولين أستبدلهم بأصفار وأكتب التمانية وأربعين إذن أصبح العدد المناسب عندي أربعة آلاف وثمانمائة تقسيم ستين وبالتالي أولادي أحزف صفر مع صفر هيتبقى عندي في صفر زيادة في المقسوم أنزل الصفر الزائد في ناتج القسمة تمانية وأربعين تقسيم ستة يساوي كام إيه العدد اللي أضربه في ستة يديني تمانية وأربعين أجد إنه الإجابة سهلة إنه ستة ضرب التمانية يساوي تمانية وأربعين إذن أولادي دلوقت عرفنا كيفية تقدير الأعداد للحصول على أعداد مناسبة ثم بعد ذلك الحصول على ناتج مقارب للناتج الحقيقي تعالوا نشوف المثال اللي عندي بقول أرادت ليلة توزيع خمسمية ستة وسبعين سمكة على أربع وستين حوضاً بالتساوي كلمة توزيع وكلمة بالتساوي يعني عملية قسمة طالما توزيع بالتساوي يعني على طول عملية قسمة مين لها يقسم الأسماك؟ على مين؟ على الأحواض إذن خمسمية ستة وسبعين تقسيم أربع وستين وعايزين إحنا الناتج التقديري لنبقول لك قدر كم سمكة ستضع في كل حول تعالوا نشوف أولادي هذا الكلام إذن خمسمية ستة وسبعين تقسيم أربع وستين الأربع وستين قريبة من الستين يعني أحتاج جدول الستة طب خمسمية ستة وسبعين الأحد هنستبدله بصفر أما السبع وخمسين مين العدد اللي موجود في جدول الستة قريب من السبع وخمسين فيه الأربع وخمسين وفيه الستين لكن الأربع وخمسين أقرب من الستين ولا الستين أقرب هتقول لي يا أستاذ اللي اتنين نفس الخطوات يعني ما بين الأربع وخمسين وما بين السبع وخمسين تمام؟ فيه تلاتة وما بين الستين وما بين السبع وخمسين تلاتة أقول لك عادي يا إما تاخد العدد الأعلى يا إما تاخد العدد الأقل تمام كده حبايبي يعني تقدر أنك أنت تاخدها 540 تستبدل 576 ب540 وتقدر أنك أنت تستبدلها ب600 تمام طيب تعالوا نشوف أولادي هنستبدلها إحنا ب540 540 تقسيم 60 فيطلع الناتج عندي 9 سمكات في الحوض الواحد تمام طيب لو استبدلناها بعدد أكبر شوية وهو 600 تقسيم 60 هيطلع الناتج التقديري 10 سمكات ولاحظ أنه النواتج التقديرية قريبة من بعض طيب أولادي إذن إحنا دلوقتي عرفنا كيفية التقدير أنا بقدر المقسوم عليه الأول عشان أعرف الجدول اللي أنا هشتغل عليه وبعدين على أساسه ببدأ أقدر المقسوم وبخليها بأعداد مناسبة بحيث أن أنا أستطيع عن طريق جداول الضرب أنه أجد النواتج بطريقة سهلة بكده أولادي نكون وصلنا نهاية درسنا اليوم على أمل اللقاء بكم بمشيئة الرحمن في دروس قادمة طبتم في رعاية الله نراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر